السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف الثامن معكم معلمتكم مصروان محمد ان شاء الله اليوم راح نكمل درس اه تحليل المقدار الجبل باخراج عامل مشترك المرة الماضية عرفنا كيف نوجد العامل المشترك الاكبر في هذا الدرس راح نكمل كيف نحلل هذا المقدار الجبري باخراج هذا العامل المشترك اللي طلعناه المرة الماضية اذا هلأ راح نتحدث عن الجزء الثاني من الدرس الخامس في هاي الوحدة بدي السحي يكتابك على صفحة 69 نشوف مع بعض مثال رقم اتنين مثال رقم اتنين بحكي لحلل المقدار 12 سين تربيع ناقص 20 سين قوة 5 باخراج العامل المشترك الاكبر معناته عشان احلل اي مقدار جبري باخراج العامل المشترك الاكبر اول اشي يا ثامن بدك توجد العامل المشترك الاكبر لهذا المثال يلا المك ورقتك او دفترك في ايدك خلينا نحل مع بعض كأنه درس جديد وبننا نرجع نعيده الفكرة من اول وجديد عشان انطلع المقدار او انطلع العامل المشترك الاكبر لهذا المقدار جبري هلا من مثال اتنين رح يكون يعني رح يبطل يكتب لك يا هيك اللي هي 12 سين تربيع اه فاصلة او خط 20 سين قوة 5 لا رح يكون عبارة عن مقدار جبري يعني في بناته يعني هي عبارة عن حدود جبري بناته جمع او طرح العملية الحسابية انها فاصلة بتفصل ما بين هدو الحدين الجبريين معنات الحدين الجبريين اللي رح يكونوا عندي عبارة عن 12 سين تربيع والحد الجبري التاني رح يكون عندي عبارة عن 20 سين قوة 5 اذا رح نوجد العامل المشترك الاكبر ما بين 12 سين تربيع وما بين 20 سين قوة 5 اذا رح يكون عبارة عن مقدار جبري في عملية حسابية سواء كانت جمع ولا طرح بتكون العملية الحسابية جمعة وطرح كان هالفاصلة بتفصل ما بين هذون الحدين الجبريين يعني هون كان هالفاصلة بدأ وجد العمل المشترك الاكبر ما بين هذا الحد الجبري وما بين هذا الحد الجبري شو حكينا المرة الماضية بمسك الحد الجبري بشوف شو المعامل اليه اللي هو عبارة عن 12 بكتبو ونفس الاشي الحد الجبري الثاني بشوف ايش المعامل اليه اللي هو عبارة عن العشين وبكتبو تحتي وبطلع العامل المشترك الاكبر يلا كنا نحكي منوى متج 12 من 2 بال6 بخط صغير خفيف ما يبين من 2 اولي اذا بنازلها الضرب 6 عدد مركب اذا بدي ارجع احلل لو حاصل ضرب عددين كلاهما اولي منوى نتج ال6 من 2 في 3 وال2 اولي وال3 اولي اذا ضرب 2 صري ضرب 3 اذا 12 هي عبارة عن 2 ضرب 6 وال2 حكينا اول اذا نزلنا الاثنين ضرب 6 عبارة عن عدد مركب منها تنجي من اثنين ضرب 3 اذا هيك حللتها العوامل الاولية نفس الاشي بازجي بس العشا منوان بتيجي في عندي كثير خيارات للعشا باختار الخيار اللي بديه نوخ مثلا الاربعة ضرب خمسة وخط خفيف صغير بحكي هال اربعة اولي لا اذا بدي حول لو حاصل ضرب عددين اولي ايا منوان بتيجي الاربعة من اثنين ضرب اثنين اذا اثنين ضرب اثنين ضرب الخمسة عدد اولي اذا او بنزلها زي ما هي هلأ بنا نبلش نشوف ايش العدد المشترك ما بين هدول العددين ببلش احط دوائر يلا في عندي هون اثنين وفي عندي هون اثنين فحطينا عد اهم دائرة وشو كمان في عنا اثنين هون وفي عنا هون اثنين اذا حطينا علي دائرة احط على دائرة ùng 1-3 لا لانو ما في عندي هون 3 طيب حط دائرة على خمس لا لا لانو ما في عندي هون خمس صحفي هون فسن ما فيه اذا المشترك هاي لetesنين وهاي لetesنين اذا باجي اكتب العامل المشترك الاكبر يساوي يلا حقينا كل دائرة بحطها باخد منها عدد واحد اذا هاي الدائرة شو رح اخد منها لتنين ضرب بكمل لانو في اكثر من دائرة لانو في اكثر من دائرة اذا تكمل ضرب لانو بناتهم ضرب هيه وجود بناتهم ضرب الدائرة الثاني برضو بدي اخض منها عدد واحد ايه هو اللي هو عبارة عن ليتنين اذا صارت عندي اتنين ضربتنين بضل عندي القسم الرمزي يلا علمتكم طريقة المرة الماضية للقسم الرمزي قلت اي BE şur ايه المتغير او القسم الرمزي المشترك ما بين الحدة الجبري الاول ولحدة الجبري الثاني اي اي هو السين هون في عندي السين تربيع هون في عندي السين قوة ثاني Bare didn't have a size rick bus 3 45 سين قوة خمسة سين قوة 2 معنا تبقى مسك السين قوة 2 وبحطها هون سين قوة 2 إذا يساوي 2 دربة 2 أربعة سين قوة 2 هذا العامل المشترك الأكبر هذا اللي شرحنا الحصن الماضي راح نكمل هلا ضايل علينا خطوة واحدة بس سهلة عشان نكون هيك بننهي كل أفكار الدرس شايف يا ميس هذا اللي طلعنا هلا بدني منك ترجع تعيد المقدار الجبري كتابة يعني شايف المقدار الجبري في المسألة الأصلي بدي أرجع أكتبه هون إتناش سين تربيع ناقص عشرين سين قوة 5 بعد ما تكتبه حط يساوي عشان كأنه بدي أحلم شو بقولي حل المقدار الجبري هذا اللي عندك إذا نزلته هون وكتبت يساوي بمسك العامل المشترك الأكبر وبنزله جنبيه بصير أربعة سين تربيع إذا بعد ما مسكت المسألة الأصلية كتبتها بحط جنبيها يساوي وبنزل جنبيها العامل المشترك الأكبر وبفتح قوس على طول إذن بحط العامل المشترك الأكبر وبفتح قوس على طول ليش عشان نكمل الحال هاي الخطوة اللي زيادة رح نحكي عنها شايف يا مس المقدار الجبري الأصلي هذا اللي كتبته هون وشايف العامل المشترك الأكبر شو يعني بدأ أوضح لك إياها بطريقة أسهل بالحكي هذا العامل المشترك الأكبر اللي هو أربعة سين تربيع معنى الحكي أنه الأربعة سين تربيع موجودة بالتناش سين تربيع وكمان موجودة بالعشرين سين قوة خمسة يعني هي هاي الاربع سين تربيع مشتركة جاي في الاثناش سين تربيع وجاي بالعشرين سين قوة خمسة انا مسكتها شو عملتها وطلعتها يعني كأني اجيت عليهم حكيت لهم ايش الاشي المشترك اللي عندكم حكولي اربع سين تربيع مسكت الاربع سين تربيع ومسكتها وطلعتها من وين طلعتها يا مس طلعتها من الاثناش سين تربيع وطلعتها من العشرين سين قوة خمسة معناته هلأ ضايل علي أشوف إيش ضايل من هذا المقدار الجبري بعد ما أطلع أربعة سين تربيع مش أنا طلعت الأربعة سين تربيع بعد ما طلعت أبدأ أشوف إيش ضايل من الاثناش سين تربيع وإيش ضايل من العشرين سين قوة خمسة عشان أشوف إيش ضايل فيهم كإني بقسم هذا المقدار الجبري على العامل المشترك الأكبر إذن عشان أعرف إيش ضايل في هذا المقدار الجبري بعد ما طلعت الأربعة سين تربيع مسكتها او كأني شوف شو عملتها كأني سحبتها وطلعتها عامل مشترك بدي اجي اسأل هذا المقدار الجبري ايش ضايل فيه بعد ما طلعت الاربعة سين تربيع كيف بعرف ايش ضايل فيه بقسم المقدار الجبري على العامل المشترك الاكبر يلا شوف يا مس مش هيطلع عن العامل المشترك الاكبر بفتح قوس عشان اقسم يلا بمسك هاي الاثناش سين تربيع خط خلفيف صغير او هاك بقلمك الرصاص تيج تقسمها على اثناش سين تربيع اEnt84 سين تربيع عل العامل المشترك الاكبر عشان انتم hoyها هي ما تبين يا مس على اربعة سين تربيع ها نحنا بنحلها كتابة بسمان شوف من الليل الشرف والان ينحل هذه قسمة على 밝ه؟ يا عامل التباية profiles. عامل التباية المشترك من العامل مع علامل التعقاد ليس التي مجتزيمها تربيع أي حان فاسم النقي في الوظولاهophrate او لو ستappyنا في انتباه مع بعض ثاني عمثة التعقادات resonanta لحبوث ح linear forskаты سيم اربعة اللي هي ضل منها تلاتة. فداخل القوس بحط مكان الحد الجبري الاول تلاتة. شو يعني? يعني شوفوا هاي الاثناش سين تربيع كين يجيت عليها? اخدت منها اربعة سين تربيع سحبتها وطلعتها اربعة. بدي اشوف كم ضايل منها. كم ضايل? فتح القوس للحد الاول. كم ضل من اتناش سين تربيع بعد ما اخدت الاربعة سين تربيع عام نشترك ضل عندي تلاتة. بكمل المسألة. شوفوا انا ماشي هيك شوفوا عندي طرح اذن شو بحطه الا? طرح ناقص. بمسك التاني اللي هو viaje الجبري التاني اللي هو عشرين سين قوة خمسة. هاي العشرين قوة خمسة. بدي اطلع منها اربعة سين تربيع عامل مشترك. اسحبها منها. فبديIG اعرف شو ضل منها. عشان اعرف شو ضل منها. حكينا كاني بقسمها.ู على عامل المشترك. لانه عملية اخراج عامل المشترك. كأني قسمت هذا الحد الجبدي على العامل المشترك كنا بدي أقسم 20 تقسيم 4 ما حداش حكي لسالب 20 لأني أنا طلعتها خلص السالب هاي طلعتها هون حطيتها 20 تقسيم 4 كمية 5 إذن 20 تقسيم 4 اللي هي عبارة عن 5 ممتازين سين قوة 5 تقسيم سين قوة 2 إحنا أخذنا حسب قواني الأسس أي عدد مرفوع لقوة مقسوم على عدد تاني مرفوع لقوة لنفس الأساس هاي هوا عندي سين هون عندي سين عند القسمة شو بنعمل بالأسس نطرحها فبطرح 5 ناقص 2 اللي هي عبارة عن سين قوة 3 إذن شو ضل عندي من المقدار الجبري بعد ما سحبت 4 سين تربيع عامل مشترك هاي كأني مسكت 4 سين تربيع عامل مشترك طلعتها بحكي لـ 12 سين تربيع بعد ما طلعت 4 سين عامل مشترك كم ضل فيها 3 يعني فتحت قوس حطيت 3 مكان لحد الجبري كيف عرفت قسمت الحد الجبري الأول على العامل المشترك الأكبر اللي طلعته ناقص وماشي بالمسألة حطيت الناخص مسكت الحد الجبري الثاني وطلعت منه 4 سين تربيع كم ضل منه 5 سين قوة 3 شو عرفني قسمت الحد الجبري الثاني على العامل المشترك الأكبر 4 سين تربيع 20 تقسيم 4 لهي 5 وسين قوة 5 تقسيم سين قوة 2 سين قوة 3 وهيك أنا حللت المقدار الجبري بإخراج العامل المشترك الأكبر إذن صارت 12 سين قوة 2 ناقص 20 سين قوة 5 عبارة عن أربعة سين تربيعي مضروبة بمقدار جبري ثلاثة ناقص خمس سين قوة ثلاثة بس بدي ترجع لي شوي على صفحة تمانية وستين أذكركم بها الشغلة شوفوهن لما قرأنا المرة الماضية هذا الصندوق الأصفر أول ما كنا فاهمين شو بنقرأ وسهلا توضح حتى الرؤية تحليل المقدار الجبري بخراج العالم المشتركي يعني كتابته على صورة حاصل ضرب مقدارين جبريا أو أكثر وكل منهما يسمى عامل من عوامل المقدار الجبري الأصلي هاي شوفوه بعد محللت هذا المقدار الجبري لأخراج عامل المشتركي يتحول هذا المقدار الجبري كامل لحاصل ضرب مقدارين جبريا هاي مقدار الجبري الأول وهذا المقدار الجبري الثاني لحاصل ضرب مقدارين جبريا ممكن يكونوا أكثر من مقدار الجبري كل مقدار الجبري من هاي المقدار الجبرية بنسميه عامل إذن الأربعة سين تربيع هو عامل من عوامل 12 سين تربيع ناقص 20 سين قوة 5 و 3 ناقص 5 سين تكعيب هو عبارة عن عامل من عوامل 12 سين تربيع ناقص 20 سين قوة 5